السلام عليكم شباب بريب سري. ان شاء الله نرده نحل مع بعض. موديل نمبر وان. فرع جيوميتري. اه الموديل وان ده بيبقى خاصة بالسكول بوك. طبعا الشباب هتلاقوا لينك البيليلست سواء الجيبرا والجيوميتري في الكومنتات والدسكريبشن. ادخل على اللينك يعمل له سيب عندك. واسمع كل المتحات اللي فاتتك. في فرع الجيبرا وتابع معنا المتحات القادمة ان شاء الله لانه لو لدينا في دعم ومشاهدات قوية ان شاء الله هنعمل بتحنات السنة اللي فاتت كمان اللي بتاع كتاب النسخة اللي فاتت. فتابعونا يا شباب. وتعالوا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. بسرعة والسلام وعلى رسالة الكريم. في نمبر وان. نمبر وان. زي نص دايرة. يعني احنا في السنتر كده. عملنا دي يوميتر بتاعنا. سننزلو تحت شوية. وبعدين في السمي سيركل في نص الدايرة. هنرسمه كده. دي كده بتبقى دائما وابدا. رايت انجل ترينجل. يبقى هي رايت انجل. كده بالتفصيل. احنا كده بنتكلم. نمبر تو بيقول لي. انزلو بزيت فيجر. سيركل. اوف سنتر ام. اف. ميجور ارك اي بي. فيفتي دي جري. زين ميجور انجل. اي دي بي. اللي هي الانسكرايب دي ديت. طبعا الانسكرايب دي بتبقى هوف الارك. يعني لو بسيت كده. على الارك. دعنا نعمل زوم. ده كده. وده كده. هتلاقي ان الارك بتاع الانجل دي 50. يبقى دي كام. هوف الفيفتي اللي هي 25 دي جري. فين ال 25 اللي هي الليتر اي. نمبر سري بوليزة نمبر. اف. سيمتريك اكسز اف. اني سيركل. عندها كاماكسز اف سيمتري. براحتك خالص. عد لحد ما تتعلم. انفينيت نمبر. نمبر فور بيقولي. في ميجور انجل اي equal 120 دي جري. يبقى ميجور انجل سي. واضح طبعا من الفيجر بتاعنا. نمبر سيكليك. يعني رباعي جوا دائرة. ده بيبقى ايتش افزت انجل ار سبليمنتري. يعني. لو الميجور انجل اي. ب120. يبقى ميجور انجل سي. 180 دي جري. مينس. 120 دي جري. واللي هي. 60 دي جري. نمبر فاي. ولي في ستريت لاين ال. is a tangent to the circle m. of diameter length 8 سنتيمتر. then the distance between L and center of the circle equals not. مشكلتنا ان احنا مش بنبقى متخيلين. يعني هنيجي جيدا نجيب. هنرسم اي circle عادي. هتعملها بالدياميتر اللي هو بقولي عليه ده. ادي circle. وهنيجي نعمل tangent هنا. هنيجي نعيسي الدستانس دي. هلاقي انه. ده كده. الديامتر كله 8. يبقى الدستانس بتوين التانجنت ده. والسنتر تبقى 4 سنتيمتر. فين الفور. اللي هي اللي هي. نمبر 5 او 6. بقى بيولي. the surface of the circle. m. intersects the surface of the circle. n. equals a. يعني هما تقاطع في بوينت ا. يعني بالشكل ده كده. يعني هما. tangent externally. او touching externally. فين ال انا بشروح لكم بالتفصيل يا شباب عشان الجيومتري مشكلتكم انتم مش بتخيل ايه. فلازم تبقى متخيل انت بتعمل ايه. طبعا كده مش تانجنت. كده. هلجيب دي كده برا. فهو بقى عايز ايه. عايز دستانس. اعطيني طبعا. one of them is three. يعني وليكن دي كده. ثري سنتيمتر. المسافة دي كلها. eight سنتيمتر. هاتلي بقى دي هنا كده. اظن واضحة جدا. الradius length of the other circle. يعني الradius ده بكام. لما كل ده افترضنا ده كل ده ب8 والجزء ده ب3. يبقى ايه. يبقى انا معي الباقي هيبقى five. فين الفايف اللي هي دي. number two letter a بيولي ان اصيكيلك quadriliter. each two opposite angles or. لسه ايلنها supplementary. اول مرة يجيب فالشكل ده هيجي complete بعد اللي تشوز. يعني السؤال مجانة انهدايا. letter b بيولي in the opposite figure. a b c is a triangle. in a circle. يعني ترانجل داخل مسلس. او ترانجل داخل دائرة. b d is a tangent to the circle at b. ال b ده tangent at b هنا. x belong to a b. y belong to b c. و x y parallel to b دي. ودي هنستفيد بها كويس جدا. prove that a x y c. a x y c is a cyclic quadriliter. يبقى لازم prove property من ال properties بتاعته. طيب تعالوا نشوف كده احنا حنا احنا حنبدأ بان اول حاجة. x y parallel to b d. دور على transversal على طول. الحاجة اللي بتقطعه. اللي هو ال a b. شايف ال a b ده كده. هو ال a transversal. يبقى measure angle. ركز معي باقي بدي. خليها بالاخدر. measure angle d b x equal measure angle b x y. ده حرف z alternate angle. اهو. ودي سميع نمبر واحد. تعال بقى. نمبر تو دي. انت لازم تلاحظها. انه measure angle c. اللي هي دي. دي. انت لازم ت inversion عين. يعني. زاوية على السركل بتاعتك. الانجل دي. دي. ال vertex لايته على السركل فانت نسمع نسكرايب. وبعدين. equal measure angle a b d. اللي هي احنا. a b d a.b d. اللي هي برضو. انت لازم اغدر دي. برضو دول. دي اسمها tangency angle يعني ايه. عندي ال tangent عند المماس. عند لو كانت عندي ستجدون على الـ C ستجدون على الـ A B D ستجدون على الـ A B D ستجدون على الـ A B D وبالتالي نستطيع أن نقول أنه 3 angles equal in measure يعني الـ C هي هي الـ A B D هي هي الـ B X Y لأن الـ D B X هي هي الـ A B D لكن نطاقها بشكل مختلف فأقول له كده from one way two أن measure angle C equal measure angle B X Y دعي بالك D هي هي D يبقى D equal لـ D وبالتالي لو ركزت مع angle C في الـ quadriliteral اللي هو الـ quadriliteral آسف اللي هو اللي بالأحمر ده ستجد أن angle C و angle B X Y الـ relation ما بينهم أن B X Y دي exterior angle عن quadriliteral equal أهنو angle بقى الـ interior بس الـ opposite اللي هي الـ adjacent اللي جنبها يعني بص دي كده ادخل جنبها لا يمشي equal D equal to opposite ودي من الـ properties الـ cyclic quadriliteral يبقى كده قدر أقول أنه A X Y C is a cyclic quadriliteral وده الـ request ننتقل بقى الـ number 3 اللي ترغب لي in the opposite figure two circles are touching internally يعني فيه circle كده smaller and greater touching internally at B A B is a common tangent A C is a tangent to the circle at C the smaller circle و A D is a tangent to the greater circle at D A C is 15 A B equals 2X minus 3 A D equals Y minus 2 كل دول سنتيمتر طبعا find the value of each of X and Y هنلاحظ أنه A B and A C are two tangent to the smaller circle معانا two tangents the smaller circle يبقى equal the length على طول يبقى A B equal to A C طب A B من دهلك given 2X minus 3 2X minus 3 والـ A C بـ 15 يبقى 2X minus 3 equal 15 الـ negative 3 تروح هناك بالـ positive يبقى 2X equal 15 plus 3 اللي هي A T يبقى X 18 divided by 2 واللي هي 9 سنتيمتر دي أول حاجة تعال بقى بص على اللي هما 2 tangents للـ greater circle اللي هما A B و A D هيبقى equal برضو A B equal A D يبقى الـ A B كام بـ 2X minus 3 والـ A D فين الـ A D لي A Y minus 2 طيب الـ A B ما احنا وصلنا لـ real number ليها فين الـ A D حنا وصلنا لـ X 9 فحنا نقدر نقول أنه 2 multiply 9 18 18 minus 3 يبقى أقدر بدلا ما هي 2X minus 3 أقول 2 multiply 9 18 minus 3 تبقى 15 وبالتالي أقدر يجيب الـ Y بكل سهولة تبقى Y 15 plus 2 تبقى 17 سنتيمتر كامل بي دي سي فين البي دي سي اللي هي دي كده وميجر ارك اي دي وواضح الارك ال اي دي ونمبر تو بروف زات اي بي برالل تو دي سي خلينا نبدأ كده انه اول حاجة ميجر انجل بي دي سي واللي هي هتكون ايكوال لميجر انجل بي اي سي وهم الاتنين انسكرايب انجلز سبتنتد باي ارك بي سي يعني سبتنتد ديت يعني مشتركين في الارك بي سي لما يكون معايتو عندهم نفس الارك لو بصيت على السي دي كده هتلاقي الارك بتاعها بي سي وهتلاقي الانجل بي اي سي اللي هي نفس الارك فلازم يكونوا ايكوال ميجر دي سي رم اخنة تعال بقى ميجر انجل بي دي سي هتبقى ايكوال سيرتي دي جري عشان البي دي سي والبي اي سي ايكوال والبي اي سي هو مدهني بسيرتي جميل طيب نكمل الارك بي سي عارفين انه اي ارك بيبقى او تويس الانجل اللي هي بس الانجل بتاعته مش اي انجل انسكرايب يعني البي سي احي احنا جبنا دي سيرتي ودي سيرتي فاي انجل فيهم هيبقى ضابل ليها لان الاتنين ايكوال فحيبقى ايكوال تو ميجر انجل بي اي سي وبالتالي تو تايمز السيرتي واللي هي سيكيستي ديجري وهو في اي بي سي كاتل سيكيستي، دفائد بي ها ي legit กلúsica اي بي الارك ي seeing this constant di by 180 الأنجل عارك oggi 100A تبعين السكيستي تبقى 120 ديجري طيب احنا عندنا الارك اللي هو AD و DC equal measure يبقى measure الارك بتاع اللي هو AD equal CD equal 120 divided by 2 equals سكيستي عشان يديه في الميت بوين طيب ده كده الفرست ريكوست جبنا الارك AD عايزين السكند ريكوست بقى AB B parallel to DC AB والDC لو لاحظت معي ان حرف الزد موجود measure angle ACD هتلاقيها equal half الارك AD الارك AD احنا جبناها بسكيستي هي برضو نسكرايب ديانجل وده الارك بتاعها يبقى ديب سيرتي برضو يبقى measure angle ACD هتكون هاف السكيستي اللي هي سيرتي هتلاقي measure angle B A C برضو بسيرتي وهم equal in measure and they are alternate angles يبقى ايه يبقى حرف Z يبقى CD parallel to AB وده الاركوست number four literally in the opposite figure ABC AB and AC are two coordinates equal in length in circle M X is the midpoint of AB X هنا في midpoint وده هنستفيد بها كويس جدا Y is the midpoint of AC برضو هنستفيد بها كويس measure angle C A B equal 70 degree calculate calculate measure angle M D M D D M H اللي هي دي وprove Z X D equal Y H X D اللي هو بره ده equal Y H اللي هو بره ده هعمل ايه باه هعمل كالتالي هقوله ان الـ X is the midpoint of AB قلتك هستفيد بها على طول يبقى الـ M X perpendicular to AB يعني دي ناين تي دي جري على طول وبعدين هقول الناحية التانية الـ Y is the midpoint of AC يبقى M Y perpendicular to AC يبقى measure angle M Y A برضو ناين تي دي معايا كده انه الشيب بتاعي اللي هو A X M Y is a quadrilateral يعني 360 فعشان اجيب measure angle D M H اللي هي دي هعمل 360 minus 90 plus 90 plus 70 واجيب الكالكليتور تبقى 110 دي يبقى measure angle D M H 110 طيب هو عايز بقى فرساكندر ده فرساكندر عايز فرساكندر رساكندر X D equal Y H عايز يبروف ان X D equal Y H اللي هو الجزء اللي تحت ده احنا معانا طبعا ان M D والM H دول radius R يبقى انا لما اعمل ايه بركز معايا كين ال M D والM H دول radius لما اشيل من ال M D M X وما اشيل من ال M Y ال M H كلها اشيل منها ال M Y يبقى المتبقي من هنا هيكون equal المتبقي من هنا اعملها لك بارقام عشان تتخان معايا ال M H دي كلها 5 والM دي كلها 5 واحنا اتفاقنا ان دي equal D يعني 3 مثلا و 3 يبقى 5 minus 3 2 و 5 minus 3 2 كده بالتفصيل هاي هتمنى تكون وسط هقول له subtracting ال X دي هتكون equal Y H ممكن برضو تسمي دي number one و دي number two تقول له subtracting one from two هي هي لتربيب اللي انزوبزت فيجر measure angle A equal 30 degree measure arc H C equal 120 الارك اللي برده measure arc B C equal measure arc D H اللي هو عمل عليهم equal دول find number one measure arc B D بس المينور المينور اللي هو الصغير يعني لان المينور لان المينور لابقى الكبير اللي برده طيب خلينا نبدأ انه مديني measure angle A دي problem كان لها rule انه equal half measure arc H C minus measure arc B D طيب measure angle A 30 equal half الارك H C هو مدولك given by 120 اهي بعدين حل الارك برده انت عايز الارك برده الارك برده هتعمل 30 multiplied by 2 يعني دي كده multiplied by 2 تبادي 60 equal 120 minus measure arc B D لكي تأتي measure arc B D ستعمل 120 minus 60 تبادي 60 دي كده بكل بساطة ده الارك برده بين الارك برده الارك برده اريد ان تبادي number two proof Z AB equal AD AB equal AD فيها فكرة جميلة اريد ان تركز معي انت معك measure arc B C equal measure arc D اتش الان ناحية التانية اللي هو مدولك given اصل يباع طول الكوردز الكوردز اللي هو مدولك بادي و E و DH equal length البي سيكون بادي ستremos adding ل arc B D to both sides بالتالي يبقى معك الارك الذي هو HDB equal C B D to arc سنقول سنقول عليه cd والhp لما cd والhp يكونوا equal يبقى على طول cd والhp equal يبقى measure angle c وهي الانسكرايب الانسكرايب حتى يبقى الانسكرايب الانسكرا الانسكرا حتى يستنظر деревянسا انا اترك الانسكرا وصف لاحق الانسكرا الذي تستطيعه queries spiritual, typical ofocast دائما ز нес UP يعني تحذفهم كده اهو احذف من التوتال يتبقى لك ان ال A D equal A B اهو بي سبتراكتنج يبقى ال A B equal A D برضو نفس الفكرة ممكن تقول له كده بسبتراكتنج 1 from 2 خلينا كده خلينا كده خلينا كده خلينا كده ودي خلينا كده A C او خلي ده برضو عادي 1 ما هي 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 by subtracting 1 from 2 كده تبقى وده كده 2nd request نمبر 5 دا and DB are two tangent to the circle M AB equal A C يعني isos triangle proof that ac is a tangent to the circle passing through the vertices of triangle a, b, d عشان نبروف ده الموضوع بسيط جدا طويل شوية بس خلينا نقول انه الانجلز اللي احنا نحتاجها عشان معانا كذا حاجة equal d1 و d2 و d3 و d4 عشان نعرف نقول بكل بساطة انه الاد و db are two tangents segment to the circle m يبقى هم equal length. يبقى dA equal db. يبقى هو isos triangle. يبقى measure angle 1 اللي انا كتبها دي equal measure angle 2. دي مبدئيا كده. ادخل بقى معايا measure angle d هتبقى. خلي بقى لك من دي عشان دي اهم حاجة. equal 180 minus measure angle 1 plus two. خلينا ايه. خليك ماشي معايا. سيبك من المكتوب. 180 minus measure angle 1 plus measure angle 2. طب ما هي one هي two. يعني اعمل ممكن اعمل measure angle 1 plus measure angle 1 ايوة. يعني ممكن اعملها two measure angle 1. ايوة. angle 1 و angle 1 يبقى two. تمام. فهمناها كده. بعد كده. فتر angle a b c. برضو هو منديك given ان a b equal a c. يبقى measure angle 3 equal measure angle 4. بنفس الطريقة ممكن اقول ان measure angle b a c. equal 180 minus two measure angle 4. او two measure angle 3 صح. بس انا محتاج four. ستعرف بعض لحظات انا ليه قلت الفور و قلت ال one. تعال اكمل معايا. ال a d is a tangent segment to the circle m. والmeasure angle 4 inscribed. طيب. inscribed دي يعني ايه? يعني equal measure angle 1. اللي هي tangency. ايه? الفور ده الاركب بتاعه. والone برضو الاركب بتاعه. يعني الفور equal the one. وانا قلتك من شوية هقول لك ليه احنا احتاجنا الفور والone. ال one والفور. وخلي بالك يعني الفور equal the one. يعني ممكن اعمل دي one او ما اعمل دي four. عادي خالص. ايه عادي خالص. طالما اللي اتنين دول equal. ودول equal. يبقى measure angle d و measure angle b a c. هيكونوا برضو equal. بس كده from one way two three. measure angle d زي ما قلت لك equal measure angle b a c. دي. اللي هي فوق. خليني امسح بقى كل الدوشة كده. دي. اللي هي دي كده. equal b a c. اللي هي دي. بالتسلسل اللي اترك عليه. لما تلاقي كده. ان ده تريانجل هو. وده الانجل اللي بره. equal. اللي هي دي ديت. هتلاقي ان هو. بيحقق لك المطلوب ان ال a c. tangent. او ال a c. ده. tangent to the circle. باسنج سروزة تريانجل a b d. ليه تكون equal. لانه دي ستكون الارك بتاعها اللي هو ده. ودي برضو tangent. هيكون الارك بتاعها ده. هيكون الارك بتاعها ده. هيكون equal in lens. m c. intersect the circle m at d. measure angle m a b equal 20 degree. find measure angle b h d. فين ال b h d. اللي هي فوق دي. and measure arc a d b. اللي هو الارك ده. طيب. موضوع طويل بس بسيط. خلينا نبدأ بالحاجات اللي هي given قدامنا كده. هو مديني في تريانجل a m b. ما فيش غيره اصلا قدامك. تريانجل ده. انه. ال a m و m b. انت لازم تلاحظ انه هما radius. m a ديت و m b radius. وبالتالي يحولهولي الاسوسرس تريانجل. يبقى measure angle m b a. اللي هي ال b ديت. equal measure angle a. equal 20 degree. يبقى انت تقدر كده. بقى معاك ده 20 وده 20. معاك انه ده اسوسرس تريانجل. يبقى ال c على طول automatic في الميد بوينت. ده give. مش معلومة جديدة. ويبقى ال m c perpendicular to a b. لان انت معاك كده. انه ال a b chord واسوسرس تريانجل. يبقى. ال c في الميد بوينت. ويبقى perpendicular. يبقى measure angle m c b 90 degree. جميل. وبعدين. اقدر بقى اروح لتريانجل التاني ده. اللي هو m b c. اللي هو ده. دي 90. ودي كده 20. يبقى اقدر اجيب measure angle a b m c. اللي هي 180 minus 20 plus 90. واللي هي 70 degree. طيب لما measure angle b m c 70 degree. استفيد بها ايه. لا تستفيد بها كويس جدا. انت عايز b h d. هتعرف دلوقتي هنربط ازاي الموضوع. measure angle b h d. دي Это inscribed angle. العركة بتاعه. لانه. ال vertics رأيتها على اسركل بتاعتي. ومجهر angle b m d. اللي انت كنت دلسه بتقول لي حستفيد بها ايه. او b m c. اللي هي هيها. دي يا central angle. اللي اتنين. Subtended at the arc b d. يبقى. ال inscribed. بتبقى half the central. تبقى half the 70. وبالتالي تبقى 35 degree. يبقى دي تبقى certified. لا وقال فين الارك اي دي بي اللي هو ده والله الارك ايقوال الانجل دي اللي هي السنترال لو قدرت اجيبها خلاص طب ونقدر اجيبها بسهولة ما انا معايا ده 20 دي 20 ودي 20 تبقى 40 يبقى دي 180 منس 40 تبقى 140 يبقى الارك 140 بالضبط اقولو له ده ازاي تعال في تريانجل اي ام بي اي ام قالها تاني اكوال بي ام ايقوال ار المفروض هو يعيد الكلام ثاني احنا كتبينه اهوات مفروض تقول على طول انه تكتب دي على طول 140-20 تبقى 140 ديجري اقول ان وده 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 كده يا شباب يكون انتهى الاجزام نرتقي في الاجزام القادم ان شاء الله اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو للاستفادة الاكبر والاكبر طلبة جميع المراحل عرض السنة دي مش هيتكرر عرض الانلاين طلاب البرايمري جريت فور وفايف وسيكس زي ما هو موضح كده سعر السيشن 30 جنيه للطالب سعر رمزي السيشن تبقى طالبين مدتها ساعة وساعة كافية جدا ووافية وده عن تجربة لانه منهجهم سالس وبسيط رغم ان هو كبير ككم لكن سهل وبسيط وان شاء الله نخلصه في وقته وكده كده معنا مرونة ان احنا نزود سيشن زيادة او كده ونزبط الدنيا بالنسبة لطالب بريب 1 بريب 2 بريب 3 زي ما هو موضح برضه بريب 1 تبقى الميزة فيها انها لطالب واحد فقط وده عرض برضه استثناء السنة دي لانه الموضوع ده هيتغير هيبقى جروبس لانه السنة الجاية هيبقوا اثنين وثلاثة على الموضوع السنة دي استثنائي 40 جنيه لطالب بريب 1 50 جنيه لطالب بريب 2 و60 جنيه لطالب بريب 3 برضه وقت الحصة ساعة رغم انه طالب الواحده انه وقت الحصة ساعة وزي ما هو موضح اهم حاجة انك تكون محمل امليكيشن جوجل ميت هو متاح معانا زون برضه بس امليكيشن جوجل ميت افضل كتير من زون فهو امليكيشن سهل وثلاث وبسيط بتحمله من على البلاي ستول بتكتب جوجل ميت بينزل معك بكل سهولة وطبعا الدفع بيبقى عن طريف ودافون كاش وبأكد انه تأكيد السيشن بيبقى بدفعها مسبقا لانه احنا مش بنبدأ نشتغل او مش بنبدأ السيشن غير لما تكون مؤكدة مسبقا السيشن دي عشان تفهم احنا بنعمل فيها ايه بنعمل فيها كالتالي السيشن دي بتبقى ملك للطالب يعني الطالب بيقرر فيها محل فيها اجزامز طبعا مصر متى بتحلينا الاجزامز افترضنا انه في طالب ما فهمش من الفيديوز فممكن يفهم من الاولاين اكتر طالب حابب نحل قبل ما اللي استنى الفيديو ينزل على اليوتيوب فيحل قبلها طالب حابب يراجع ويبدأ المنهج من الاول في وقت يا مستر او ان شاء الله في وقت الرغم ان احنا في خلاص فاضل وقت ولاير عن المتحنات الا انه نقدر نشرح المنهج كاملا بأمر الله لان احنا بنكسف سيشن وممكن ناخد سيشن واثنين في اليوم وحصلت مع طلبة كتير طيب حابب نحل اكسرساز بتاعت لسن معين نشرح اجزاء معين من المنهج مجمع شوية اسئلة وقفة معك وحابب تفهمها اتواصل على رقم الوقت ساب اللي ظهر قدامك تولي الفيديو ده اتواصل عليه ونزبط مع بعض المعاد ونشوف ايه اللي انت حابب نعمله في السيشن دي ونركز عليه ونشتغل عليه بنشتغل على نقطة ضعف بتاعتك في الماز بشكل عام وبشكل اخص الحاجات اللي انت بتحددها فالسيشن دي هتفرق معك جدا وبالاخص ان هي السنة دي سعر استثنائي مش هيتقرر فما تفوتش الفرصة والحق تواصل معنا على الواتساب والحق احجز معدك قبل ما الموعيد تكتمل وفي الاخير يا شباب اتمنى تكونوا بتستفيدوا من الفيديوهات بشكل عام بدون ما ترجع للونلاين احنا بنحاول بأمر الله ان ننزل المحتوى كامل نحاول نحل كل الامتحانات حلينا كل الاختبرات التراكمية فما تبخلوش معدينا بدعمكم باللايك والشير والسبسكرايب شير في كل مكان عشان القناة تنتشر وتكبر كومنتاتكم اليجابية صدقوني بتبقى دافع كبير لنا عشان نكمل وفي الاخير يا شباب دعواتكم عشان نقدر نكمل ونعمل محتوى كامل مجاني ونطوره كل سنة عن قبلها واتمنى لكم في الاخير كل التوفيق وشكرا والسلام الله عليكم